بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في الجزء الثالث من محاضرتنا الـ Quality Management اذكرككم ان اخذنا في المحاضرة الاولى الـ Plan Quality Management في المحاضرة الثانية اخذنا الـ Perform Quality Assurance فضلنا بروسس واحدة بس في الشابتر ده هي الـ Control Quality ضبط الجودة في الـ Control Quality عايزين Inputs اللي هي الـ Project Management Plan Quality Metrics Quality Checklist Work Performance Data Approve Change Request لو ناخد بالنا معظم الحاجات دي اخدناها في الـ Processes اللي فاتت بس معادة موضوع الـ Deliverables الـ Deliverables يقصد بيها مخرجات المشروع زي مثلا سقف غرصانة حيطة هعمل لها انسبيكشن آآ مجموعة من الابواب آآ اسنسير مثلا سكيليتر اي منتج انا عملته بحيث ان انا هعمل عليه انسبيكشن لو بعمل برنامج موديول معين من البرنامج بيطلع شاشات معينة فيها تفاعل معين ده يعتبر ايه ديليفرابل ده جزء من المخرجات اللي انا هعمل عليها Quality Control ومعنا الـ Project Documents و Organizational Process Assets التولز والتكنيكس نفس الشيء تعتبر مكرره معانا الـ 7 Basic Quality Tools اخدناه بقبل كده السبع تولز و Statistical Sampling اخدناه وتكلمنا عنها الانسبيكشن يمكن هي بس اللي هنتكلم عنها المرة دي فزي ما انتو شايفين البروست سبتاعتنا يعني صغيرة بشكل كبير قوي فجال البينبوك نفسه بدأ انه يركز على حاجة مختلفة شوية بدأ انه يتكلم على definitions تعريفات هناخد مع بعض كده لتعريفات بالترتيب الـ Prevention والانسبيكشن الـ Prevention معناه ان انا احاول امنع المشاكل او الاخطاء من ان الـ Process نفسها يبقى فيها اخطاء يعني مثلا بحاول ان انا اضرب الناس بحيث الناس ما تقعش في اخطاء او ان انا حاول اعمل documentation او workflow بشكل معين او اعمل checklist عشان الناس ما تنساش الايتمز المفروض تعملها دي كلها اسليم للمنع عشان المشكلة ما تحصلش اما الانسبيكشن بيتم ان انا بقى اروح الموقع وافحص الحاجة عشان الحاجة ما توصلش للكاستمر وهي بايزة keep errors out of customer hands عشان ما اسلموش مثلا منشأ وفي عمود بايز مثلا او ان انا اسلمو برنامج وفي مثلا جزء في باكس مثلا او في اجزاء بتهنج او كده يعني او في شاشات كل ما باقي تطلعها بلاقيها مثلا فاضية او بتعمل errors باستمرار وهكذا فده الانسبيكشن ان انا بروح اتأكد من المنتج نفسه او من المخرجات ان هي فعلا اتنفزت بشكل مطابق للمواصفة ولا لا بعد كده اتكلم على definitions بتاعت السامبلينج وفرق ما بين attribute sampling و variable sampling الفرق ان attribute sampling يقصد بيها ان انا باخد عينات بحيث ان النتيجة بتاعت الاختبار ده بتكون يا مطابق يا غير مطابق يا اا يا لا زي مثلا بعمل inspection للون الحيطة واقول اللون ده اوكي ولا نوت اوكي النوع التاني من السامبلينج اللي هو variable sampling الفرق ان ده بتبقى النتائج بتاعته ممكن ان هي توصف او يعني تتقال او يتعمل لها representation بارقام يتعبر عنها بدرجات معينة درجات من على سبيل المثال لو قلت مسلا انا عايز خرصانة مقومتها 28 ميجا باسكال وجات الخرصانة لقيت ان المقومة بتاعتها اا 27.8 مسلا ممكن ان انا اقول ده الفرق ده ممكن ان هو يتعدى لان النون كونفورمتي مش بدرجة كبيرة اي نعم فيه فعلا نون كونفورمتي بس ما ينفعش اقول او لا هنا لا الفرق صغير قوي يعني فالحاجات اللي بيبقى فيها grades او درجات او بتتقاس بمقييس 2.1.2.3 من اثنين لتلاتة الاربعة لخمسة يعني مش او لا لا ارقام بتتقاس دي بتبقى variable sampling اما الاتريبيوت sampling معناها يا او يا لا يا conform يا not conform طيب tolerance والcontrol limits التوليرانس اللي كنا اتكلمنا عنه قبل كده وقلنا دي الليمت بتاعت ال specification على سبيل المثال بعمل اا مسلا سقف خرصانة والسقف ده ال dimension بتاعته اا في اتجاه مسلا من الاتجاهات اا عشرين متر والعشرين متر دي بقول ان التوليرانس عندي plus او minus اتنين سنتي مسلا عادي لو زاد اتنين سنتي اوكي لو قال اتنين سنتي اوكي ده كده طوليرانس وده هو بيعبر عن ال specification اما control limits بتبقى thresholds او عتابات جوة جوة ال specification دي يعني لما بقول بقى plus او minus نين سنتي لا دي تبقى اقل شوية تبقى plus او minus واحد سنتي بحيث ان انا بعم بحاول اعمل control بتاعي على limits دي على control limits دي اللي هي plus او minus واحد سنتي ليه عشان لما تطلع واحدة برا ما تطلعش بشكل كبير تبقى واحد ونص ما زالت still لسه جوة tolerance فعشان كده بحاول ان انا اعمل control limits بتاعتي اقل او حدودها ادي شوية من tolerance او اللي هو بيعبر عن ال specification فبالتالي لما بتطلع برا control limits بسميها ان هي process out of control طيب المصطلحات مصطلحات تاعت المين والميدين والمود المين اللي هو المتوسط الحسابي الافرج ان انا اجمع الارقام واسمها على عددها يطلع المتوسط الحسابي الميدين معناه لو عندي سلسلة من الارقام مجموعة من الارقام باخد الرقم الوسيط يعني الوسيط او الميدين ارتبهم كلهم ترتيب من الصغير الكبير او من الكبير اللي الصغير واخد الرقم اللي في النص بالزبط هو ده الميدين طيب لو كان عددهم زوجي باخد الرقمين اللي في النص لان ما بيبقاش عندي رقم واحد في النص باخد الرقمين اللي في النص واجيب ال average بتاعهم طيب المود المود معناه الرقم الاكثر تكرارا اللي تكرر في الارقام دي بشكل كبير هو ده اسمه المود او بيسموه بالعربي المنوال طيب متابعة برضو لل definitions ال mutually exclusive يقصد بها ان حدثين ماينفعش يحصلوا في نفس الوقت الحدثين معينين ماينفعش يحصلوا في نفس الوقت زي مثلا الكوين لما باجي ارميه ما بينفعش ان هو يبقى head وتيل او ملك وكتابة يعني في نفس الوقت هو يا ملك يا كتابة يا الوش ده يا الوش ده فماينفعش ان هو يبقى الحدثين مع بعض في نفس الوقت مهمة بقى فاهم الاكسبريشن او الديفنيشن عشان موضوع الاسئلة mutually exclusive طيب ال statistically independent مقصود بيها ان في متغيرين ما لهمش علاقة ببعض ما بيأثروش على بعض ما فيش واحد فيهم بيتأثر بالتاني والمثال اللي اعطيولي هنا لو جيت رمية الظاهرة مثلا احتمال انها تطلع في المرة الاولى ستة ولو رميته احتمال ان هي مثلا تطلع من تاني مرة ستة اللي اتنين دول ملهمش علاقة ببعض يعني مفيش اي واحد فيهم بيأثر على التاني فلو عندي متغيرين احصائيا اللي اتنين مش متعلقين ببعض بسميهم statistically independent بيفدني في ايه الموضوع ده بيفدني لو انا بدرس فعلا متغيرات وعايز اعمل فورملا ما بينهم لما بوصل لان فيه فعلا اتنين متغيرين مفيش علاقة بتربطهم ببدأ استبعد واحد منهم من الفورملا على حسب بقية البرامتر الثانية متعلقة بايه لو انا عايز استنبت فورملا معينة ساعتها بقول اه ده ما بيأثرش على بقية المتغيرات يبقى المتغير ده statistically independent independent عنهم او مستقل عنهم فبالتالي ما بيأثرش على احد المتغيرات دي نيجي بعد كده الانحراف المعياري الانحراف المعياري دايما كلنا عارفين بيعبر عن التشتت مدى التشتت في النتائج يعني لو عندي نتائج مختلفة والنتائج دي الابرج بتاعها مثلا خمسين والخمسين دي لو قلنا ان هي المتوسط وبقيت النتائج متشتتة حواليها او متفرقة حواليها يعني في نتيجة خمسة وخمسين تسعة وخمسين خمسة وستين اربعة واربعين اربعين خمسة وثلاثين هحس ان التشتت عالي قوي ده معنا ان الستاندرد فييشن هيطلع كبير لكن لو لقيت مثلا النتائج حوالي الابرج اللي هو الخمسين ما بين مثلا واحد وخمسين اتنين وخمسين او تسعة واربعين تمانية واربعين يبقى كده النتائج الى حد كبير مظبوطة ده معنا ان التشتت قليل الاقي ساعتها الكيرف نفسه مضغوط شوية او يباني ان هو ايه مش مفروش او مش عريض يباني ان هو رفيع طيب المساحة تحت المنحنة دي تعني البروبابيلتي او الاحتمالية لو انا قلت على نفس المثال اللي هو بتاع الخمسين ده خمسين دي هي الابرج هي المين وجيت قلت الستاندرد فييشن مثلا كان اتنين الانحراف المعياري اتنين فبالتالي انحراف المعياري ده المعادلة ان انا بحسبه من خلال النتائج اللي عندي النتائج ببدأ ان انا اشوفها مثلا كزا نتيجة وفيه اكويشن او فورمولا على الاكسل او على الكالكوليتر اقدر احسب منها الانحراف المعياري نرجع المثال بتاعنا فرضا كان الابرج خمسين والانحراف المعياري اتنين ده معناه ان خمسين بلاس اتنين اللي هي واحد سجما سجما واحدة باتنين يبقى 50 plus 2 أو minus 2 يعني من أول 48 لحد 52 دي في المنحنة بتمثل 68% من الاحتمالية دي 68% من الاحتمالية أو احتمال 68% من النتائج تكون ما بين 48 و 52 لو جيت أخد المنحنة من minus 2 sigma البوزيتف 2 sigma هقول الحراف المعياري كان ب2 2 sigma يعني 2 في 2 ب4 50 ناقص 4 يعني 46 طيب والناحية التانية في البوزيتف 50 زائد 4 يبقى 54 يبقى من أول 46 ل54 ما بين النتجتين دول محصور 95% من النتائج يبقى 95% من النتائج يقعوا ما بين plus و minus 2 sigma طيب لو جينا على الثلاثة sigma هقول بقى ايه 3 في 2 ب6 50 ناقص 6 يبقى 44 يبقى من أول 44 لل56 ما بين الرقمين دول محصور 99.73% من الاحتمالات أو من النتائج وما بين 6 sigma و plus أو minus 6 sigma بيحصروا ما بينهم 99.999% ضروري ان احنا نبقى حفظين الأرقام دي عنده 1 sigma 68 واحد اللي هي قصد بها plus 1 أو minus 1 ما بين الاتنين دول و 2 sigma plus أو minus 2 sigma والتلاتة sigma والستة sigma تحصر 99.999% طيب دي قصة بتاعت الانحراف المعياري طبعا لشكل كيرف نفسه يعني النتائج اللي على الأفقي هي دي النتائج نفسها يعني الخمسين بتاعت المثال بتاعنا هو ده الخمسين وعلى سبيل المثال لو بنتكلم على حاجة عشان المثال يبقى حي معنا لو بنتكلم على إجهات خرصانة 28 ميجا بسكيل مثلا الـ 28 دي كان المفروض ان انا اجيب 28 بس لما جمعت النتائج لقيت الأفرج بتاع النتائج حوالي 30 مثلا او مجاي التلاتين دي هلاقيها مرسومة هنا واجي اجيب الـ standard deviation للنتائج وارسمه من واحد من minus 1 sigma لـ positive 1 sigma هلاقيه متعبر عنه تحت الكيرف بالمنطقة دي بمعنى ان انا هجيب السجما بتاعت النتائج لقيتها مثلا 0.5 مثلا ميجا بسكيل يبقى 28 او الـ sorry الـ average اللي هو 30 plus او minus الـ 0.5 اللي هي 1 sigma هلاقي ان هو بيحصر تحت 68% من النتائج اللي هو الكيرف ده والمحور الرأسي طبعا هو التكرارات يعني الـ frequency بتاع الرقم ده الرقم ده اتكرر قد ايه بيتكرر كتير ولا لا ولشك ان المنحنة عشان يكون مثالي بشكل تام بيبقى المتوسط هو هو الاكثر تكرارا اللي هو المود يعني لما بلاقي المنحنة طبعا في الطبيعة المنحنة مبقاش بالشكل ده يعني لكن المنحنة ده هو الكيرف الـ normal distribution او الكيرف الافتراضي بتاع الـ normal distribution او التوزيع الطبيعي بتاع الـ standard deviation هو ده الـ default او الـ optimum يعني بتاعه فبلاقي ساعتها ان المين هو المود هو الاكثر تكرارا طيب احنا يعني القلاصة من الموضوع كله عشان ما ندخلش في المواضيع بتاعت الاحصى محتاجين ان احنا نعرف ان المساحة تحت المنحنة للـ 1 sigma بتكون 68% للـ 2 sigma بتبقى 95% للـ 3 sigma بتبقى 99% ومقصود بكل واحدة فيهم بلاس زائد الماينس يعني من بلاس 1 sigma لماينس 1 sigma وهنا نفس الحكاية من ماينس 2 لبلاس 2 وهنا من ماينس 3 لبلاس 3 من ماينس 6 لبلاس 6 وهكذا طيب الطول والتكنيك الوحيد اللي كان عندنا في الـ process ده هو الـ inspection لا شك معناه ان انا انزل على الموقع واشوف الحاجة او المخرج اللي تم ده هل فعلا مطابق للـ standard نفسه ولا لا to validate defect repairs also called review او audit او walkthroughs دي كلها اسماء من اسماء الـ inspection conducted at any level single activity or final product كنا اتكلمنا عنه ايام الـ scope ان انا باخد المنتج بعد ما تعمله verification بقى verified deliverables عشان اعمل validate scope في النهاية لكن الـ verification اللي بيتم بتاع الـ quality ده بيتم على item by item على كل العناصر في كل مراحل المشروع واحدة واحدة تدريجيا عملت عمود بروح اعمله verification للـ deliverables ده عملت سقف بروح استلمه عملت حيطة بستلمها عملت بلاسترينج دهانية سيراميك وهكذا مرحلة مرحلة بستلمها فده بيبقى verification للـ deliverables ان هي مطابقة للمواصفات عن طريق الـ inspection ده اما في نهاية المنتج او في نهاية مرحلة بروح اجيب العميل customer وقوله تعالى اعمل validation للـ scope وكنا اتكلمنا ايام الـ scope وقلنا ان العميل نازل مش عشان يستلم الخواص بتاعة الـ quality لا هو نازل عشان يتحقق من الـ scope الحاجة اللي كان طالبها فعلا اتعملت ولا لأ وده بيبقى في نهاية مرحلة في نهاية deliverable معين او في نهاية المشروعة وده كان الفرق اللي ذكرناه ما بين ان انا بعمل validate للـ scope او verification للـ deliverable من الـ quality عشان اتأكد من الـ quality بتاعته طيب في النهاية كده بنقول ملاحظة كده الفرق ما بين الـ plan quality والـ assure quality والcontrol quality الـ plan quality look forward in time ببدأ انا بص في المستقبل الـ assure quality look back in time at project standard هبص الورق بس هبص على الـ standard بتاعي هل الـ standard ده بيتطبق ولا لا وهل الـ standard ده كويس ولا محتاج ان انا اطوره الـ control quality زيها برضو بلوك باك او ببص للخلف في الوقت يعني في العدة بس على الـ project records هل الـ project ده محقق المعايير اللي كانت مطلوبة في المواصفة اجهاد الخرصانة thickness بتاع الدهانات dimension بتاع الحيطة ببدأ ابص على الـ records دي كلها بتاعت الـ project هل فعلا مطابقة للـ specification و drawings ولا لا وبكده يبقى خلصنا الـ process بتاعتنا الخاصة بالـ quality management معدنا باذن الله مع الاسئلة هحاول انزلها يوم الخميس ان شاء الله اشتركوا في القناة